أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أهمية تكتيف الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتحقيق وقف لإدلاق النار في غزة وأشار إلى مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحجد الدعم للحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فضلا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة بوزير خارجية فرنسا جون والبرو وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العماء أفوان للأمم المتحدة في نيويورك